يعني هو كتير في تصرحات عن يسوع هو الرب ولكن أختصر بسبب الوقت لكن خليني في الختام أقول ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس هذا عمل إلهي بروح الله القدس فالمسيح مكتوب عنه هو ملك الملوك ورب الأرباب ونحن نكرز بالمسيح ربا أحبائي مش بنكرز بواحد ضعيف ربا الذي قام من الأموات فالتلاميذ قاله رأينا الرب وعندما رأى تومة الرب قال ربي وإلهي وبطرس الرسول قال نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك والرسول يعقوب قال يسوع المسيح ربنا واللص التائب قال أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك وتأكدت هذه الربوبية مثل ما ذكرت بالقيامة تبرهن بالقيامة من الأموات حتى استفانوس عم بيرجم فيه مكتوب شاف مجد الله ويسوع قائم عن يمين الله قال أيها الرب يسوع اقبل روحي لكن أحبائي فيه تحذير من رسالة بطرس الثانية ورسالة يهودا الذين ينكرون الرب يسوع المسيح الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا وسيتبع تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق كثير ناس اليوم تنكر أن يسوع رب للأسف لكن هذا اللقب وما منتنازل عنه وأنا بتأسف على مسحيين بحاولوا يحكوا عن لقب المسيح بأمور بتختلف يسوع هو الرب يسوع المسيح له كل المجد بالختام أقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص ومثل ما سمعنا من أختنا رشا عندما سألوا بولوسوسيلة يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص قال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك حباء نحن نعلن أن المسيح هو رب رب المجد رب لمجد الله الآب وأن أصلي أن يكون ربا على حياتك أن تفتح له قلبك وحياتك تدعوه مخلصا وتتوجه ربا على حياتك على فكرة من حب نسمع منك الرب يباركك وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر